خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبت جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة واستنادا إلى نتائج تقريرين متزامنين حول هجمات كل من حماس وإسرائيل قالت لجنة التحقيق الأممية أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين اتهمت اللجنة إسرائيل بإعاقة تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إليها وإلى الأراضي الفلسطينية وأضافت أن إسرائيل هاجمت مرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة بغزة معتبرة أن أوامر إجلاء السكان التي صدرت عن إسرائيل كانت غير كافية ومتناقدة معنا من بيروت أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مورقوس أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث هذا التقرير أو التحقيق للأمم المتحدة ما أهميته خاصة بعد صدور تقارير مماثلة من الجنائية الدولية تتعلق بالانتهاكات الكبيرة التي قامت بها إسرائيل وأيضا حماس هذا التقرير يعتبر مستندا إضافيا يمكن الارتكاز إليه في أي محاكمات ستجري لاحقا سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشأت بمقتضى نظام روما كما تعرفين لعام 1996 أو إذا أنشأت محكمة خاصة للنظر بحرب غزة أدهك تسمى كذلك أي أنها فقط تختص بهذا النزاع وبالتالي يعتبر هذا مادة توثقية أساسية تأخذ بعان الاعتبار لكن اسمحة دكتور كيف يمكن أن تعتبر مادة وتقرير توثقي إذا في نفس التقرير التحقيق خالصة إلا أنه أصلا كان هناك منع من قبل إسرائيل لدخول المناطق الإسرائيلية أو حتى الفلسطينية وبالتالي هل يمكن أن يأخذ ذلك أو تستغل إسرائيل تلك النقطة كثاغرة بأنها إذا لم تدخل إلى تلك المناطق وبالتالي كيف بنت هذا الرأي؟ طبعا ستتخذ إسرائيل ذلك حجة للقول أن هذا التقرير لا يمكن الاستناد إليه لكن هذا التقرير تمخض وتوصل إلى خلاصات واقعية بما تيسر من إمكانات وأن منع إسرائيل للمحاققين من الدخول كنت أقول أن مجلس الأمن الدولي في قراره منذ أسبوع كما تذكرين أستاذ دوحاق قد أشار إلى ضرورة تسهيل وأن المحكمة أيضا الجنائية الدولية في التدبير الاحترازي الذي صدر من قبلها منذ عشرة أيام أيضا أشارت إلى ضرورة تسهيل أعمال التحقيق وبالتالي فإن منع إسرائيل الفريق الأممي من التحقيق أو استتباع التحقيق وإكماله يعتبر إدانة ونعم هو طبعا ثغرة في التحقيق لكنها ثغرة غير مقصودة ثغرة غير ممكن تغلب عليها بسبب استحالة الدخول وبالتالي لا يمكن اتخاذ هذا التقرير الأممي كحجة مطلقة لكنه يضاف كمستند أساسي إلى سائر المواثيق والمستندات والشواهد والأدلة أضف إلى ذلك أمر أخير أنه في مقتدر أحوال أمام المحاكم الدولية دائما تطلب هذه المحاكم للأسف تطلب إثباتات من الضحية وهذه الإثباتات تكون على نحو ما نلاحظه خلال حضورنا هذه المحاكمات تطلب مثلا الإمرة العسكرية من أمر بالقصف التسلسل الهرمي داخل القوات العسكرية من حيث الإمرة والتنفيذ وإلى هناك من تعجيز بعض الأحيان على الضحية أن يجلبه كمادة إثبات ولكن هذه المواثيق أو الوثائق الأممية والمستندات من شأنها تعزيز مكان التحقيق وإن لم تكن مكتملة في مقابل هذه الثغرة أن إسرائيل أعاقت سير التحقيقات منعت وصول لجنة التحقيق الأممية إليها وللأراضي الفلسطينية هناك نقطة أخرى ذكرت في هذا التحقيق تقول اللجنة لجنة التحقيق الأممية أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم إنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين وبالتالي هل يمكن الارتكاز على هذه النقطة لأنها واقع هناك قتلى وهناك مصابين بالألاف صحيح مثلا أنتم في الحدث توثقون على مدى يومي ومتواصل ومرات على نحو مباشر هذه الارتكابات جاء التقرير ليقول بخلاصة طبعا أن جرائم الحرب قد ارتقبت من الفريقين لكن أيضا إسرائيل بما أنها أيضا يعني كي لا نقول دولة لكن على الأقل كيان منظم وجيش نظامي قد اتكب ما يزيد عن ذلك أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بالمعنى الشامل بمعنى أنه أباد أو حاول إبادة جماعة من السكان تستوطن أرضا ذات جزور قومية ودينية وعرقية وإثنية وسواها عن طريق التجويع والحصار والقصف وقطع الإمدادات وسواها هذا يزيد مما ارتكبه أي أحد آخر من جرائم حرب وبالتالي هذه الجرائم كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية هي جريمتين تختص بهما المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أيضا تختص بالإبادة الجماعية وبجريمة العدوان كما تعرف هذه اللجنة لجنة التحقيق الأممية لم تتحدث فقط عن ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب بل أيضا حركة حماس صحيح وهذا ما قلته أنها أشارت إلى أن الفريقين ارتكبا جرائم حرب ولكن أضافت أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بسبب آلاف الشهداء والضحايا والمتضررين نتيجة القصف المنهجي والنظامي الذي حصل من قبل إسرائيل وليست إسرائيل هي منظمة عسكرية مفترض أن تكون كيان منظم وجيش نظامي ارتكب هولا وفضاعة كبرى منهجية هل التحقيق يفرق بين ذلك؟ نحن نتحدث عن جيش نظامي يرتكب جرائم حرب وحركة مثل حماس ليس هناك تفريق بهذا المعنى لكن الجريمة ضد الإنسانية هي ترتكز إلى عناصر من السهل أن يقوم بها جيش نظامي يخالف أخلاقيات الحرب وقواعد الحرب بسبب استعماله لأسلحة كبيرة وفتاكة من صواريخ ومدفعية وطيران وسفن حربية تجاه شعب آمن أو سكان مدنيين عزل وبالتالي يستسهل الأمر أكثر مما لو كان منظمة عسكرية عادية يمكن بسهولة أن ترتكب جرائم حرب لكن جرائم ضد الإنسانية أيضا أن يرتكبها جيش هو أسهل عمليا لكنه أشد وقعا وإلاما من حيث السمعة والأخلاقيات على هذا الجيش